موسيقى السلام عليكم نشرة التاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يدعو لوقف إطلاق النار في بنغازي ويقول إن عديد الأسر عالقة في مناطق القتال وخاصة في جنفودا ونقواشا مارتين كوبلر يحث مجلس النواب على الانتزام بمسؤولياته واستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي ويناشد المجلس الرئاسي اتحاد الإجراءات اللازمة للانتقال إلى الطراب أوروبا تدرس فرض عقوبات على شخصيات ليبيا تقول إنها تعرقل جهود تشكيل حكومة الوفاق والجامعة العربية تحص على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا موسيقى أهلا بكم دعا منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري جميع الأطراف في بنغازي للسماح بوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية بغية تسير عمل المنظمات الإنسانية على الأرض ونشد الزعتري جميع الأطراف المتحاربة في بنغازي ضمان الخروج الآمن لجميع المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات والراغبين في المغادرة مشيرا إلى تلقي البعثة لتقارير تفيد بوجود العديد من الأسر العالقة في مناطق القتال في مدينة بنغازي وعلى وجه التحديد منطقتين جنفودة والجوارشة وتواجه هذه الأسر بحسب الزعتري نقصا في الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية في درنا قال المسؤول الإعلامي بمجلس شرى مجاهد المدينة وضواحيها محمد المنصوري إن قوات المجلس وتحالف ثوار البيضاء وطبرق شنوا هجوما فجر اليوم بمحور الحيلة بمنطقة الفتايح أسفر عن مقتل أحد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وأسر عنصر آخر وأضاف المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عناصر المجلس وتحالف الثوار تمكنوا من السيطرة على إحدى نقاط تمركز التنظيم في الفتايح نبقى في درنا حيث انتهت لجنة الأزمة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني وبالتعاون مع شركة الكهرباء بمدينة درنا من المرحلة الأولى لمشروع إنارة كورنيش المدينة وقال مصدر من لجنة الأزمة إن المشروع قام بتركيب أعمدة كهربائية بالطريق السريع المعروف بالكورنيش ذلك لتوفير إنارة للمدينة تفاديا لحوادث السير نتيجة لانعدام الرؤية يشار إلى أن لجنة الأزمة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني قامت بعديد المشاريع داخل درنا دعم المؤسسات العامة والأهلية ذلك للمساعدة في إعادة تفعيل عمل المؤسسات بالمدينة أعلنت قوة الردع الخاصة مقتلى أحد منتسبيها مساء أمس على يد أحد المطلوبين في طرابلس بحسب الصفحة الرسمية للقوة على الفيسبوك فإن القتيل برتبة ملازم أول وقد تعرض للإصابة رفقة اثنين من زملائه أثناء ملاحقة أحد المطلوبين داخل منطقة سكنية دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتين كوبلر مجلس النواب إلى الالتزام بمسؤولياته واستكمال الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي كما ناشد كوبلر المجلس الرئاسي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتقال إلى طرابلس عندما يسمح الوضع الأمني بذلك والبدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة لحكومة الوفاق الوطني منوها إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك فراغ سياسي في ليبيا وأن الوقت قد حان للبدء مباشرة في مرحلة التنفيذ وفق تعبيره كما ناشد المبعوث الأممي المجتمع الدولي العمل مع حكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة ودعمها في تولي مسؤولياتها لممارسة إشراف منفرد وفعال على المؤسسات المالية الليبية وفق تعبيره هذا وقد اختتمت اليوم مباحثات لجنة الحوار السياسي المنعقدة في تونس وأكدت اللجنة أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والشرعي لحل الأزمة في الولاد كما حثت المجلس الرئاسي للحكومة على وضع الترتيبات اللازمة لبدء أعماله من طرابلس أبرز ما تم الاتفاق عليه في اجتماع تونس نستعرضه في سياق التقرير التالي جددت لجنة الحوار السياسي تمسكها بالاتفاق السياسي الذي ترعاه بحثة الأمم المتحدة إطاراً شرعياً وواحيداً قادراً على إنهاء الأزمة بالبلاد فضلاً عن تأكيدها أن مسألة منح الثقة للحكومة المنبثقة عنه هو اختصاص أصيل يعود لمجلس النواب لجنة الحوار السياسي دعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عمله من طرابلس وفقاً للترتيبات الأبنية المنصوص عليها في الاتفاق مشددة على أنه من الضروري أن تتولى الحكومة المعركة ضد الإرهاب وأن يكون الدعم الدولي لها عبر القنوات الشرعية للدولة بيان لجنة الحوار لاقا وبحسب عضو مجلس النواب المبروك الخطابي ترحيباً من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في ليبيا من جهات يعتبر النشط السياسي صلاح البكوش أن حكومة الوفاق الوطني باتت أمراً واقعاً تؤكد على أن الحكومة هي من تحارب الإرهاب ولا أحد آخر وأن الدعم الدولي يجب أن يكون من خلال القنوات الشرعية هذا توضيح جديد ومركز على ما كنا نتوقعه وهو أن الحكومة وليست أطراف أخرى هي التي تحارب الإرهاب المبعوث الأممي الراعي للاتفاق مارتون كوبلا جدد من جهته دعم المجتمع الدولي للحوار السياسي كاشفاً عن وجود توافق تام على ضرورة المضي قدماً حتى لا تكون العملية السياسية في ليبيا مشلولة حسب تعبيره تحركات تؤكد كلها أنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأنه لابد من أن يرى اتفاق السياسي الليبي النور من خلال تطبيق مخرجاته عملياً على الأرض بحث عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن السويحلي مع كل من مبعوث الأمم المتحدة مارتون كوبلر والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثن واينر إضافة إلى سفير إيطاليا وممثلة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بحثوا جميعاً آليات دعم الاتفاق السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي وتأكيد ضرورة تنفيذ جميع أحكامه وبنوده دون تأخير وبحسب الصفحة الرسمية للسويحلي على الفيسبوك فقد أكد السفراء والمبعوثون احترامهم لسيادة الليبيين مستبعدين خيار التدخل العسكري ودع السفراء والمبعوثون خلال اجتماعهم إلى التسريع في إجراءات عقاد مجلس الدولة في العاصمة طرابلس كونه أحد الأجسام الرئيسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخرة من جانبه وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتون كوبلر اللقاء الذي جمعه بعض المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن السويحلي وصفه بالرائع وأضاف كوبلر في تغليدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل اجتماعي التويتر أنه شجع السويحلي على المضي قدما في تشكيل مجلس الدولة من جهته دع السويحلي إلى تكثيف الضغوطات للوصول إلى وقف لإطلاق النار في بنغازي وكافة المدن الليبية مؤكدا رفض الليبيين لخيار التدخل العسكري الأجنبي باعتباره انتهاكا لسيادة الدولة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن الاتفاق السياسي هو الإطار الشرعي الوحيد لوضع حد للأزمة السياسية والصراع العسكري الذي تشهده ليبيا وأضف كيربي في متمر صحفي بالبيت الأبيض أن بلاده تحث قادة حكومة الوفاق على بدء العمل من طرابلس بسرعة معبرا عن ترحيب بلاده بالحوار الذي عقد في تونس خلال اليومين الماضيين كما دعا الهيئات الليبية العامة إلى اتخاذ ترتيبات لازمة لإجراء تسليم فوري ومنظم للمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم حكومة الوفاق وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والدعم الأمني بناء على طلبها بدوره أعرب وزير الخارجية الإيطالي باولي جينتلوني عن تقديره للنتائج التي تم توصل إليها في اجتماع أعضاء الحوار السياسي الليبي والذي تم خلاله تأكيد الدعم التام لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وبحسب مصدر خاص فقد حث جينتلوني أعضاء المجلس الرئاسي على العودة إلى طرابلس بأسرع وقت ممكن للتمكن من توطيد الاستقرار في البلاد وإعادة تأهيلها من خلال عمل المؤسسات الجديدة كما أكد جينتلوني التزام إيطاليا بالوقوف إلى جانب المؤسسات الليبية الجديدة نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدرسون حاليا فرض عقوبات على ثلاث شخصيات ليبية تقوم بعرقلة جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات الثلاث هي رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوساهمين ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس مجلس النواب عقيل صالح ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذه الخطوة خلال اجتماع مزراء الخارجية في بروكسيل يوم الاثنين القادم بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر دعت جامعة الدول العربية إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني بما يضمن دعم المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد وبحسب وكالة الأناضول فقد طالب مجلس الجامعة العربية طالب المجتمع الدولي بتقديم التأييد والدعم الكامل للحكومة الليبية للتصدي للأعمال الإرهابية التي يرتكبها ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وجدد مجلس الجامعة العربية دعمه لمجلس النواب والحكومة المبثقة عنه إلى حين إقرار الوفاق الوطني قال تقرير أعده خبراء تابعون لمجلس الأمن الدولي إن كل الأطراف في ليبيا تقوم بتوريد الأسلحة بطريقة غير شرعية ونقلت وكالة السوشيات تبريس عن الخبراء توصيتهم في التقرير بالإبقاء على حظر السلاح الوفروض على ليبيا وتقويته مشيرين إلى أن بلدان المنطقة قدمت الدعم السياسي لكن منها من يقدم أنواع أخرى من الدعم لمختلف المجموعات وهو ما غذى استمرار القتال حسب التقرير واعتبر الخبراء أن توريد هذه الأسلحة لا يتسبب فقط في الاضطراب في ليبيا بل ينعكس أيضا على الوضع الأمني وعلى الانتقال السياسي في البلاد مشيرين إلى أنه يجري صرف المرتبات الحكومية كذلك لمقاتلين بقطع النظر عن علاقاتهم بمجموعات إرهابية وفق التقرير وأضاف الخبراء أن ما يعرف بتنظيم الدولة توسع بشكل كبير في ليبيا مستغلا الفراغ الأمني كما تمكن من تجنيد مقاتلين في مدينة سرط وضاعف قدرته العملياتية في صبراتا والعاصمة طرابلس من خلال مجندين محليين ومقاتلين أجانب وأشار الخبراء إلى أن ليبيا تحولت إلى منطقة تجذب المقاتلين الأجانب منبهين إلى أنه رغم أن التنظيم لا يحصل حاليا على أي مكاسب مباشرة من استغلال النفط إلا أن هجماتها على المنشآت النفطية تضر بشكل جدي بالاستقرار الاقتصادي في البلاد كما حذروا من أن شبكات الجريمة تمكنت من تنويع موارد تمويلها بما في ذلك تهريب المهاجرين حسب ما ورد في التقرير قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتين كوبلر في لقاء جمعه بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تونسوة بحضور سفير دولة سلطنة عمان قال إن ليبيا في حاجة ماسة لدستور وأكد كوبلر في تغريدة اللهوة على موقع التويتر أن البعثة لن تتدخل في عملية سياغة الدستور بل ستعمل على دفع هذه العملية وأبدى كوبلر استعداده للتواصل مع أعضاء الهيئة المقاطعين من أجل إقناعهم بالانضمام إلى جلسات الهيئة مشيرا إلى أن ثقافة المقاطعة غير مجدية وأن التغيير من الداخل أكثر فاعلية وفق تعبيره من جهتها قالت مقررة لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران إن 30 عضوا من الهيئة سيجرون اجتماعات تشاورية لمدة أسبوع في سلطنة عمان ونقلت عمران لقناة ليبيا لكل الأحرار نقلت أن تكون هذه الخطوة هي محاولة لنقل جلسات الهيئة خارج ليبيا مشيرة إلى احترام أعضاء لجنة الستين للحكم السابق لمحكمة استئناف البيضاء بمنع نقل جلسات الهيئة خارج ليبيا وأشارت عمران إلى ترحيب السفير العماني باستضافة الاجتماعات مبديا استعداده استعداد السلطنة لتقديم الدعم اللازم لنجاح هذه اللقاءات في المقابل قال الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق درسي إنه لا علم للهيئة بالاجتماع الذي عقد بتونس ونفى الدرسي لقناة ليبيا لكل الأحرار تخويل الهيئة أي عضو بإجراء لقاء في تونس بخصوص نقل جلسات الهيئة إلى سلطنة عمان وأوضح الدرسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يروج بأن عدم التحاق بعض أعضاء الهيئة بجلساتها ومقاطعتها بسبب مكان عقادها هو أمر غير صحيح مشيرا إلى أن الأعضاء المقاطعين أعلنوا رفضهم نقل الجلسات خارج ليبيا أو الالتقاء في أي دولة من أجل التباحث مشددين على أن مقاطعتهم للهيئة تأتي على خلفية عدم رضاهم على المسودة الأخيرة التي صدرت عن لجنة العمل حسب قوله نشطنا متواصلة وفيها بعد الفاصل توفير مليون ونصف مليون جرعة من تطعيمات شلل الأطفال خلال إبريل القادم ووزارة الصحة بحكومة الإنقاذ توقع مذكرة تعاون مع منظمات دولية لتطوير الكواجر الليبيا منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا يدعو الوقف إطلاق النار في بنغازي ويقول إن عديد الأسر عالقة في مناطق القتال وخاصة في جنفودا والجوارشة مارتين كوبلر يحفظ مجلس النواب على الاتزام بمسؤولياته واستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي وينشد المجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى طراموس أوروبا تدرس فرض عقوبات على شخصيات ليبيا تقول إنها تعرقد جهود تشكيل حكومة النفاق والجامعة العربية تحص على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا أهلا بكم الجديد قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر إن المصلحة تعمل على إرجاع خدماتها للمواطنين في الفترة الوجيزة القادمة وذلك انطلاقا من مركزها البديل وأضاف رئيس المصلحة في بيان له أنه بعد اقتحام مقر المصلحة ومحاولة السيطرة على قاعدة بيانات المواطنين ووضعها تحت تصرف ما أسماها بالجماعات المتطرفة تمكن مهندس المصلحة من إغلاق قاعدة البيانات والمنظومة المشغلة لها حفاظا على بيانات المواطنين والهوية الليبية من التزوير والتخريب في باري أفاد عضو لجنة الحوار عن التبو محمد صندو بأن الأوضاع في المدينة تتحسن يوميا بعد اتفاق مكونات التبو والتوارج وأضاف صندو أن أغلبية الأهالي عادوا إلى المدينة مشيرا إلى أن المدارس مازالت مغلقة وأنه يقع العمل على فتحها في أقرب وقت ممكن وأوضح صندو أن مكونات التبو والتوارج والأهالي يجتمعون بشكل منتظم لتحسين الأوضاع وتقديم كل احتياجات الأسر في المدينة أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن الوضع المعيشي بالمدينة سيء للغاية وأكد الخيالي أن الأسر تعاني من غلاء أسعار المواد التموينية والأدوية وغيرها وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على تأمين المدينة بالكامل مشيرا إلى أن السيارات المعتم زجاجها تعد سببا رئيسيا لمعظم الجرائم التي تحدث في سبها أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني خالد الطالب أنه تم الاتفاق مع مندوب منظمة الصحة العالمية بليبيا والمدير الإقليمي لمنظمة اليونسيف ومندوب صندوق الأمم المتحدة للسكان تم الاتفاق على توفير مليون ونصف مليون جرعة تطعيم شلل الأطفال من منظمة اليونسيف لدعم حملة التطعيمات خلال شهر أبريل القادم وأضاف الطالب أنه تم كذلك التنسيق لحملة التطعيم ضد الحصبة في شهر أغسطس القادم ذلك إضافة إلى توقيع مذكرة تعاون بين مركز مكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف لتطوير الكوادر الليبية كما وقع الاتفاق أيضا على توفير مخازن في طرابلس للمنظمة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية والاستفادة منها في الأزمات الصحية وقال وكيل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني في نشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الأحرار قال إن الوزارة اتفقت مع عدد من المنظمات والجهات والدول خاصة دول الاتحاد الأوروبي على دعم قطاع الصحة في ليبيا عندنا مجموعة من الإجراءات تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية على دعم القطاع الصحي في ليبيا وخاصة بعض الأدوية التي أشرت إليها النتيجة لعدم توفرها في بعض الأحيان وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع موسع مع المنظمة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لحل هذه الإشكالية قام فريق طبي تابع لمركز سيدي يونس التطوعي بالكشف على عدد من النازحين بمدرسة أم القرى بمنطقة حي السلام ببنغازي وقدم الفريق العلاج للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالربو والسكري يشار إلى أن الفريق الطبية قدم تطعيمات خاصة للأطفال ونصائح طبية بحضور منسقي مكافحة العدوى والتسقيف الصحي بمركز سيدي يونس التطوعي دمتوا في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة